بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وصحبه ومن اكتبه وبعده نأسف على الانقطاع يعني شهرا كاملا وأكثر وإذن على التأخذ بسرنا لنا النت عندنا ضعيف يعني نحاول لنهار من عشر دقائق أو أكثر نحاول في الدخول إلى النت ونبدأ إن شاء الله تعالى وإذا كان لنا كأيبا أشيلا منقم يعني أيضا نصصدع وبتن ورد Okay so Habib begins with saying salams to everyone and apologizing for the break in the classes for about a month or so this is for various reasons including some of the students kind of not being going on the door and then also that we were trying our best to get the internet up and running in Tarim so apologies for that and then we'll continue with the class today and then also have some time for questions at the end but you'll see the internet is off and on in Yemen so you can kind of you have to bear with and just as we wait for Habib to kind of for the connection to come back so we're on the bottom of page 21 yeah page 20 and 21 and just let us know if you kind of are able to follow along بسم الله بسم الله أن من هذا حاله فهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال فقيل أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال وقال إلا وما هو، لا رشه الله، قال العلماء السوم، العلماء السوم، وسنبين لنا لماذا العلماء السوم أخطروا من الدجال. ماذا؟ وهذا الشخص الذي أتحبت أفضل هذه الغابات لنعمآتهم ليسوا باعداء الحمد السوم. تقول لك بعض الوصول على هذه الغابات عنه هل تحت أين أفكرون أكثر إضافية حتى أخطروا المعارض بالدجال. ومعلمين على الوافق وقالوا في القناة على الوافق؟ ما يسأل? وقالوا في القناة على الوافق. وطعرة فوقآن الوافق. هذا هو الثالث عن المتحدث عن المتحدث لماذا علماء السوء أخطر من الدجال؟ قال المام الغساني لأن الدجال غايته الإضلال ومثل هذا العالم إن صرف الناس لأن الدجال غايته لش رايته الإضلال يعني الدخول في الضلال وأما الطالب العلم هذا نيته سيئة في طالب العلم فقد شارك الدجال في الإضلال أيضاً والنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا من الدجال ومن أمثاله ومن أكثر منه نعم ومثل هذا العالم إن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داعي لهم إليها بأعماله وأحواله يعني إذا كان هو هذا العالم السوء قد حذر الناس من الدنيا بقوله بتحذيره لكن حاله حاله يدعوه إلى الدنيا وتعلق بها فهذا كان عالم السوء أشوى حالاً من الدجال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل �هم زل رئيس النبي رئيس يحوال يدعوه يؤذر بسببه بالفعل لسان الحال أبلق وأنطق من لسان المقال معروف لسان الحال و لسان المقال لسان المقال يعني الكلام اللي يتكلم به فأنت قد تحذر من الدنيا ولكن حالك لسان الحال شواهد الحال أعمالك تدل على أنك من خرط في الدنيا ومن غمس فيها ولاهل وسائل غافل فلسان الحال أقوى وأنطق وأدل من لسان المقال The lisan الحال which is basically literally means the sort of speech of the state or the language of the state, the tongue of the state, it's effectively your state Habib was just mentioning لسان الحال أبلق من لسان المقال Right, so your حال, your state which you carry with you is more powerful, has more weight than merely the words that you say the statements that you make, the words that you utter it's more powerful in relation to its impact than the words that you say The people of the state ويمنون إلى أعماله ويمنون إلى أفعاله أكثر مما يلانهم إلى أقواله هذه العالم السيّة قد أفسد بسبب أعماله السيّة أكثر مما أصلح بما قاله في عام المنات العام المربسيين الذين سللطمون مقاعدة أقوال الغرات أ不多ًا حيث أن يتظهر ويجب أن يتساعد أن يتبعوا في الطريقة من خلال الغرات أضافحاً إضافة إضافة أخبار الحالية قد نحن نمتقص كبير وي glueلهم ويجب أن نحن 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 نعم وإلى هذا أشار الإمام غزاني في جولة وطباع الناس إلى المساعدة بالفعل أميل منها إلى المتابعة في الأقوال فما أفسد هذا المغروب بأعماله يعني الذي أفسده أي فالذي أفسده هذا المغروب بسبب أعماله فما أفسد هذا المغروب بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله لأن قد زل بعمله بسبب عمله كثير من الناس وقد جاء أو قد روية أن زلت العالم زلت العالم مثل غرق السفينة إذا زل العالم أي أخطأ العالم ليس هو فقط الذي يتضرر يتضرر هو ومن يتابع لذلك أشبه أخطاء العالم بغرق السفينة لأنه يغرق من معه فيها سوف اخطأ العرق السفينة أكثر تبغطة جميع السفينة يقولون كم العالم بالغروب بأعمال جدني تأげó ثانا يمثل من بأعمال جدني أو الآخرى بأعمال جدني ولوما تأتي من ضحفة تأتي لأنه Success للتأكد لأعمال جدني ومشاري فنحن الوحيدة والجحيدة وعندما قمت برونة أن الضبابة من هذا الوحيدة من ك stroke إلى الوحيدة كذلك البنطين الوحيدة من نجاعة مخطوة وضعهم الإللاقات ومن فإنهم خلال المخطط ومن جدًا وهذا صغير الوحيدة يعني like a ship that's sinking, a safira so if you've got a ship that's constructed in a certain way and you've got the captain of the ship sinking the whole ship comes down with them so all of those who are part of this part of that ship then they completely get destroyed with them because of the negative intention that this individual had for seeking sacred knowledge وقيلة يعني بعضهم يقول أن زلت العالم يزل بها العالم زلت العالم يزل يعني يغرق يجع في الخطة بها العالم So Habib mentioned a phrase in Arabic زلت العالم زلت العالم يعني خطأه وعمله السيّد يعني يخضئ به العالم يعني يجعل الناس العالم في سبب خطأه يعني هذا الناس من باب الجناس من باب الجناس والعبادة لا تفعل من السبب بكل طويل أو يجلول سبب حتوبي العالم إذا صعى 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 العالم إِهُمْ مُرِا جلل ونشاهد ونرى في هذا الزمان أن الناس يتابعون زنة العلماء أكثر من ما يتابعون حسناتهم وأعمالهم الطيبة قال الإمام الحداد أن الناس في هذا الزمان يعتبرون زنة العلماء حجة وانه يتابعون زنة العلماء حجة زنة العالماء هذا ما يتابعون حبيب كان يقول هذه الناس يتابعون الأحيان المشاهدون الأحيان من المشاهدين وانه يتبعون أشياء العلماء فهم يتبعون أشياء الأشياء ويأتي ذلك كما يفعل أن هذا مصر جداً أو أن هذا مصر في الطريق ويقوم بمثلت على أن يفهم ذلك في العالم يتواجد أفضل 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 الأفضل يدعون في العالم العالم قدوة حسنة القدوات الحسنة لها تأثير في المجتمع القدوات يعني من حيث العمل من حيث الأفعال لها تأثير أكثر من الوعظ ومن المحافظات ومن المحافظات ومن الخطب ولهذا الجاهل الجاهل كما قال مارغزاني لا يستجعر على الرغبة في الدنيا إلا عندما يرى العلماء عندما يرى العلماء يرغبون في الدنيا باستجراء العلماء يعني جراءتهم على الرغبة في الدنيا وهم لا يتجراءون العامة أو جاهل على الطمع في الدنيا إلا بعد ما يرى العلماء أنهم كذلك فالعالم هو الذي يساعد للجهاد الدخول في الأعمال السيئة بسببها أنه قدوة لهم ومن الخطب سوف تقول عنه فهتبا ان تتحدث عن الجانب به شخص و الشيء الجزء الذي قد يحلل الشيء يقول أنه سنساق الجزء سنساعد ذلك هذه السكرات أجل تكون من تجارب أجلين بالتعمول لأن السابق من أجل يأتي بمجرد سنبتع فinge صنع تأتي الدنيا أموه بعد انظروا بواسفة سبب وثبت أن أخببه كانت تحديد المددينة جميع المددينة بسبب أكثر مددينة من خطبات من المحادرات الملحلة فيما يتحدث والمددينة والمددينة ومع أنهم ومع مددينة أكثر مددينة ونحط من قتل العلم و أهل العلم إنما إمام الغزادي أراد بهذا التحذير من العالم الذي لم يدعوه علمه إلى التدوى وإلا فمقام العلم عظيم وهذا الإمام أحمد بن زين في بعض كلامه يقول لا يعجبني أن يتكلم على العلماء في مثل هذا الأمور أن أول من يسحب إلى النار وكذا لأنه سيقلل الهمة في طلب العلم أو ربما البعض يفهم سؤال فهما آخر في طلب العلم لكن المراد به التحذير التحذير لأن هذا أمر خطيل جدا التحذير من من لم يتكب لها عز وجل في علمته وما هو قول سيدنا عحمد بن زين قوله سيدنا عحمد بن زين عحمد بن زين يقول لا يعجبني يعني الكلام على العلماء كما مثلا يعني أول من يشحبهن في النار العالم وكذا يعني مثل هذا مثل هذا الكلام ليه؟ لأن بعض الناس سيفهم التقليل من من فضيلة العلم وإمام الغزالي لا يتحد أيضا بهذا بالتحذير إنه تقليم رتبة العلم إنما فقط أراد التحذير فقط التحذير إنما فقط أرادنا لم يتكب الله عز وجل مهم So just to caveat all of this discussion is that we're not intending in any way and Imam Khazar is not intending in any way to lower or decrease the rank in which we see sacred knowledge or people of sacred knowledge we should maintain that we maintain that is one of the greatest objectives of this religion to seek sacred knowledge and to learn about it however he's giving us a very huge warning a very prominent warning about those who gain sacred knowledge it's ilm and it doesn't need to taqwa it doesn't need to fearing Allah subhanahu wa ta'ala it doesn't need to being cautious of his commandments right and so Habib mentioned of one of the one of the statements of Sayyid Ahmed bin Zayn he said you know it doesn't I'm not particularly enthralled or I don't take it particularly impressive when people start speaking against the scholars right when they start saying oh you know the first person to be thrown into the hellfire as the Prophet says I mentioned of the first people to be thrown in will be the scholar who had the wrong intentions the reason for that is because people then sometimes decrease or lower the rank of scholars and sacred knowledge we don't you know we don't want to do that what we want to do is take the advice and take the warning of Imam Ghazali rahimahullah here what do you want to do 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 and so Imam Ghazali rahimahullah as we mentioned he's giving us a stern warning here not just about not the fact not warning us against knowledge but al-ilm al-daal the knowledge which misguides right the wrong intention which one has when perceiving sacred knowledge and this leads to what it leads to ma'asi it leads to not only that individual but all of those around that individual who is the scholar it leads them all to daring to disobey Allah subhanahu wa ta'ala engaging in sins and so he says here in the in the sort of end part of the second paragraph but you know the deluded scholar's knowledge becomes the very cause of the servants of Allah daring to disobey Allah subhanahu wa ta'ala and despite this despite the fact that he's in this cause of he's in this state of misguidance this individual who's a scholar with the wrong intentions despite this his nafs starts telling him oh you know we have hope and we have a good opinion of Allah we think that Allah is going to give us many favors as a result of this sacred knowledge you know we know so much we have so much intellect and we're using our intellect for the sake of Allah and so he starts thinking that he's superior to other servants when he could be he could be worse than all of them what is the bad idea? what is the bad idea? the bad idea aren't man although I got it but he does we say Oh the bad idea for I Oh through the bad idea I tell me I Cette the bad idea I is the pose of the first of the bad idea أن الرجال ثلاثة فرق فكن من الفريق الأول الذي هو الذي وطلب العلم ليتخذه زادا بما عاده فهذا هو الرجل الأول من الثلاثة ولا تكن من الفريق الثاني الذي وطلب العلم ليستعين به على حياته نعم الذي وطلب العلم بالرجل الثاني بما عاده لا تكن من هذا الفريق نعم And so Imam Ghazali he ends this part of the chapter by saying by recapping the first, the three categories that he's speaking about and you'll find this often with Imam Ghazali that he'll set out different categories he'll identify them and define them and then he'll tell you about the different stations that they have and how to how to avoid being part which ones to avoid being part of and which ones to strive to be from so he says try your utmost to be of the first category that we described the first category being that they only take this sacred knowledge they only seek sacred knowledge to make it a provision for the hereafter that's their primary intention in seeking sacred knowledge that they want it to be a cause of gaining the good pleasure of Allah and he says and you should also be aware not to fall into this second category which is someone who you know they use they seek sacred knowledge and they get something of the dunya from it i.e. they get a good position they start seeing themselves they get they get more wealth and they understand in the back of their mind they know that this is bad right and they try to they should they should make repentance before they pass away and that he says without a shadow of a doubt you should most certainly ensure that you're not part of the third category the third category being the one whose shaitan has completely overwhelmed them and they're of the ulama of su which is the evil scholars who only intend and only want and they don't care about anything else apart from gaining the dunya and trying to gain wealth and status as a result of it outine قال الإمام الغزالي فكم من مسوف فكم من مسوف عجله الأجل قبل حني التورة وخسر والمعنى كم من مسوف الذي هذا دائما يستعمل سوف دائما سوف أتوف سوف أفعل سوف لا يعزم على التوبة إنما هذا يقول سوفا 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 يعني دايما يؤخر يؤخر التوفى يؤخر العمل الصالح هذا يقال له مسوف فكم من مسوف عاجله لأجل يعني انتهى العمر وحضره الموت قبل أن يفعل قبل أن يتوب قبل أن يفعل الإفعال بهذا خسرت بسرانا بيرا فإمام وغزالي يحديونا من التشويف ويقصونا على المبادرة بالأعمال إمام وغزالي ثم يخلص هذا من هذا المسوف عندما يتبعنا عن الثالثة من الناس والثالثة من الناس وعندما يتبعنا ما يتبعنا من الناس وهذا أولا ما يتبعنا من الناس وهذا أولا كيف يتبعنا من المسوف كيف يتبعنا من المسوف مسوف حيث يتبعنا من الناس وليس يتبعنا من الناس وليس يتبعنا من الناس يتبعنا من المسوف ثم الفريق الأول واحضر أن تكون من الفريق الثاني وإياك وإياك ثم إياك تكون من الفريق الثالث يعني الرجل الثالث وهو من؟ هو الذي استهرض عليه الشيطان فتهلك فإنك إن تكونه يعني إن تكون الرجل الثالث تهلك هلاكا لا يرجى فلاحك لا يرجى لك معه فلاح مع هذا الهلاك لا يرجى لك النجاح أي خير كله لأن الفلاح تشمل الخير وكلمة جامعة من خير ولا ينتظر صلاحك إذا استعول عليك الشيطان خسرته وعلكته لكن لا يرجى معه الصلاح بوجه الماء فإن الصلاح هو من يقيم حقوق الله وحقوق العباد فإن قلت أيها الحريس أو الفريق الثاني الذي يريد أن يستفسر حتى يعرف الصواب ويعرف الحق أو الفريق الثالث فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب نفسي بها سيتكلم على وقد أيضا تكلمنا عليها فيما مضى فعلى كل حال إياك أن تكون من أهل الفريق الثالث فتهلك لكن لا يرجى معه فلا حق ولا ينتظروا صلاح and so he finishes off just by by emphasising so إياك ثم إياك إياك means it's upon you i.e. watch out we warn you we warn you about this beware and he says beware again if you were to be of this third category that shaitan has completely overrun this individual and that they have the wrong intentions for seeking sacred knowledge that beware of falling into this category because within this category there is absolutely no chance that the individual will have any joy or success or salvation in their hereafter so it's a huge risk that the individual is taking when they seek sacred knowledge for the wrong reasons and then the next section just after the the just towards the end of the page he then says again you know if you ask what is the beginning what's the beginning of guidance we've spoken about this previously but he says that this is the beginning is the outward form of taqwa and the end is the inward reality of knowing Allah subhanahu wa ta'ala until it's that's the end of the page that's the end of the page and that's what is what is that's right the end of the page of the the end of the page فيها ونحذرك من خلابها فاعلم أن بداية الهداية التي تريد أن تعرفها لتجرب نفسك بها وتمتحن بها قلبك فاعلم أن بدايتها هي ظاهر التقوى ظاهر التقوى وستأتي معنا إن شاء الله مجموعة من الفصول تتعلق بظاهر التقوى ونهايتها باطن التقوى ولا عاقبة حينئذ يعني محنودة إلا للتقوى ولا عاقبة إلا للتقوى للتقوى نعم إسمعني ولا عاقبة وهو الله يقول إيش والعاقبة للتقوى العاقبة للتقوى بزيادة where they're at with Allah and trying to examine their own heart and their state with Allah and they'll ask this question what is the beginning of guidance so that I can examine myself in relation to it so I know where I stand in relation to this and so he says Imam Ghazali that the beginning is taqwa and the the beginning is the outward form of taqwa and the end of it is the batin the batin of taqwa i.e. the inward reality of taqwa so the beginning is outwardly performing actions of taqwa and the end of it the end of the path is having inward taqwa having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala inwardly the inward reality of it and so he says this phrase فلا آقبة إلا للتقwa he says that there's no ultimate bliss except through taqwa and so Allah subhanahu wa ta'ala he mentions in the Quran in Surah Taaha والآقبة والآقبة للتقwa للتقwa in Surah Taaha right and also in the Quran والآقبة للمتقين right that the ultimate bliss the ultimate bliss the ultimate outcome the best outcome is for the people of taqwa but Imam Ghazali he says فلا آقبة إلا للتقwa he emphasizes this multiple times he says there's absolutely no bliss without a shadow of a doubt this is to completely negate the fact that there's any bliss any goodness good outcome except through taqwa except taqwa no no ولا إيصالا ولا دلالة إلا للمتقين المؤمنين أو خواص المؤمنين ثم شرح التقوى وقال أن التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله جميعها امتثال أوامر الله جميعها واجبها ومندوبها فلو أخلى بمندوب واحد لم يكن متقيا نسأل الله العافية والسلامة بمعنى لم يكن متقيا كاملا لم يكن متقيا كاملا إذا أخلى بمندوب واحد لم يكن من المتقين القاملين التقوى امتثال أوامر الله جميعها فرضها ومندوبها وإتناب النواهي كلها حتى المقروب كراهة التنزيل كذلك أيضا تقوى الله إنكثال أوامر وإتناب النواهي نعم فمن ليس من المتقين الكاملين؟ هذا الذي أخلى بأمر مندوب واحد فقط فهو شاء الله لم يكن من المتقين الكاملين امم so Imam Ghazais then finishes off that sentence by just saying وَلَا هُدًا إِلَّا لِلْمُتَّقِينَ there's no guidance, no true guidance there no one will truly be guided except if they are the people of taqwa and so he joins this with the previous statement and it all sort of reflects on the Qur'an iqayat on this issue and so Surah Habib was mentioning that you won't be a true person of taqwa a person who is kamil in terms of their taqwa if they start getting involved in these issues which are mandoob even so things that are sort of generally there's neither here nor there basically in terms of sacred door that they should always be striving to be doing those actions which are completely which are of the highest level of encouragement and they should certainly not fall into anything that's makroo which is disliked so in order to be a person of true taqwa that one completely follows this is a person who's completing their taqwa is that they completely follow the orders of Allah and they stay away from that which she is forbidden for the law, the word of Allah the number of Allah the factories are paid for닥us the purpose and the happy personnel and family and family the flipping of Allah the Europa the牌 the 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 what what استفيد النهي عن ضمنا يعني ليس هناك دليل صريح على الكراهة ولكن يكون مفهوما مفهوما مخالفا أو من باب الأمر بالشي نهي عن ضده فيقال له خلاف الأولاد أما المقروه كراهة التنزيج فهو الذي جاء فيه النص صريح بالكراهة ولكن لم يحمل على الحرمة أو على الكراهة التحليمية لدليل لدليل فصرف إلى كراهة التنزيج أما الفر بين الحرام وبين المقروه كراهة التحليم فالفر هو أن الحرام هو ما جاء به نص نص هذا يعني لا يحتمل للتأوين ليس له إلا معنا واحدا لا يحتمل للتأوين نص في حرمة هذا الشيء فهذا يقال له من الحرام أما إذا دلنا دليل تحتمل التأوين على حرمة شيء فهذا يقال له مقروه كراهة التحليم لأنه الظاهر من هذا الدليل التحليم لكنه هناك معنى آخر أنه ليس من حرام يعني يقبل التأوين أن يقول له معنى آخر يسرغوا عن التحليم بل لهذا يعبر بكراهة التحليم كما عبر الفقهاء في الصلاة في الأوقات الخمسة يطلبون كراهة التحليم والحرام المعاصي المعروضة من الكبار وغيرها فهذا يقول لك هذا حرام ما يقبل لك يقول لك هذا مكروه كراهة التحليم لأن هذا بيع النص راقب هذه أجسام والأحكام الواجب والمندوب الواجب الذي يسابه على فعله ويعاقبه على تركه والمندوب هو الذي يسابه على فعله ولا يعاقبه على تركه والحرام الذي يعاقبه على فعله ويسابه على تركه والمطلوب هو الذي يثاب على تركه ولا يعاضل على فعله وخلاف الاولى انه الاولى تركه الاولى تركه فاذا تركه فهو يثاب امتثالا لامر الشهر ولكن هو من جسم المقروف الا فقط متى يقالب خلاف الاولى او متى يقالب مقروف هذا اذا كما شرحت لكم اذا كان من باب انه يعاني شيء عنه بذكره او اذا كان مفهوم مخالفة يدل على هذه الكراهة فيقالب خلاف الاولى okay so uh then we so now we're just discussing some of the categories of the awamir and the nawahi all right so the awamir are the things that you have to do and the nawahi are things that you shouldn't do so the awamir the silah baby mentioned that there is the wajib right and there is the mandoob and then uh the nawahi you have the haram and you have the makroor and in some schools you have the makroor tahrimi and the makroor tanzihi i.e the um so haram is obviously impermissible makroor is that which is disliked and you might have makroor tahrimi which is a strongly disliked uh thing or a makroor tanzihi or a slightly disliked element or action and then you have khilaf al awla which is um yeah it means kind of um it means something that that sort of goes against the grain goes against something that you should do right so we'll get into the discussion so so first of all the haram is for example that which has a nas a source a textual evidence where there is no ta'wil there is no interpretation involved in that in that loss it's very clear that it is uh something that is completely without a shadow of a doubt uh prohibited right there's no interpretation of it is something that's simply is uh what it is however for example with makroor tahrimi you might have something which uh with a nas the 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 textual evidence there is uh it allows for some element of interpretation and so where there is that element of interpretation it's not elevated up to haram it's uh the the issue the action is categorized as makroor or makroor tahrimi is strongly disliked right because there's a potential uh capacity to to interpret the uh textual evidence in a certain in a different way right uh and similarly for khilaaf al-aula khilaaf al-aula khilaaf al-aula that's basically another way of saying makroor which is dislike um and so similarly it's something which uh it's an action which doesn't have a clear text a clear textual evidence there is no clear textual evidence to elevate it into the category of for example haram and as we'll know that the the wajib is something where that you are uh that you're punished if you don't uh if you don't do that action and you're rewarded if you do it and similarly the haram that you are punished if you do the action and you are rewarded if you uh if you don't do it um and there are various different similar applications to the 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 makroor and the and the mandoob uh al-aula khilaf also Senhorseits they are also facing the almostnica comentaries that's the 一nis about has banned for in that a secret of being around Egypt there's also a commonアm and there are many armies that are proportional between them like the cinchöh posted or the alles they are lying there's a commonуск like the spiritual race lab better as the most graffiti what gets benches on the introduction of the world then you meet with them in response the طبعاً لا يعاقب لكن يلاموا والنفل عندهم يساب على فعله لكن لا يلاموا على تأكيد لأنه هم يفرقون بين السنة وبين النفل وأما نحن الشافعية فعندنا السنة والمندوب والمستحف والمرقب فيه واحد المترادفان وهناك بعض التعابير تأتي من بعض الفقهاء إن شاء الله ممكن ننبع عليها عندما تأتي إلينا الأفضل كذا أو من الأدب كذا أو لا باس كما عباد ممنوع ببعض الأحيان لا باس بكذا إن شاء الله في محل الثقافة نبينها أما الواجب والفرض عندنا الشافعية وهو أيضاً بمعنى واحد واجب 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 ومعنى واحد ومعنى واحد ومعنى واحد ومعنى واحد ومعنى واحد وخلاف الأولى ومعنى واحد ومعنى واحد ومعنى واحد ومعنى واحد ووهن تحضر ويبعد الله ويبعد الله ومعنى واحد والفرض وحنفين ملفل لكن ملفل ملفل لكن عند شبعية مفترض المترجم المترجم السنة المؤكدة السنة المؤكدة إذا جاءت الأحاديث بتأكيدها أو الآيات أو الدنيا يؤكدها خلاف السنة المؤكدة هذا هناك معنى آخر وهو يدونون أن المؤكدات هي التي وضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها في حظ المنسبات هذا معنى آخر لكن المترجم على السنة المؤكدة من أن يجعل الدليل بالحث عليها مثلاً صلاة الجماعة عند بعضهم إنها سنة مؤكدة وإن كان عندنا نعن الشابية إنها فرد التفاية سنة والنفل سنة والنفل أيضاً المترجمات هو إنها سنة 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 السنة أحضرت سنة 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 مقابل سنة 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 um so um so just to bear that in mind however just to just so that we can simplify things the Hanafi's basically have other categories including sunnah and nafl whereas the Shafi's they don't have this this delineation between the two they they include the sunnah the mandoob uh the mustahab all of these into into one category right and so for example you might see somewhere um imam من نوعي رحمه الله he might say he might say certain phrases which indicate towards this but he won't say it's mustahab or it's this or it's that he'll just say it's better to do this or it's preferred to do that so it's important to bear that in mind when one's reading some of these works and for example also just finally that the fard and the wajib the fard and the wajib are separate for the khalafis alright so you have fard as the top top category and then the wajib for example for us for example the wajib is wajib but so that's 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 a level down than the fard whereas in the shafiq they're both the same right the fard and the wajib are the same thing and the fard and the wajib and the fard and the wajib and the fard and the fard and the fard and the fard and the wajib and the fard 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 and the breathe that is no way and the wajib من الأدب مع الله عزة و جر و إن شاء الله سيادق لنا إن شاء الله في بداية القسم الأول في التقوى و من الباهر التقوى إن شاء الله تعالى إمام الزج at the bottom of page 22 and 23 just finishes off this section by saying that taqwa means carrying out the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and turning away from that which is forbidden and so he says that there are two parts to it and in what follows I will set out for you briefly the outward manifestation of taqwa in both its parts so he says that he's going to do this مختصر يعني it's going to be short in its text or in the text but it's going to be full of I said have you mentioned it going to be full of deep profound meanings regardless of the short brief nature of the text and that he finishes this section with الله المستعان i.e. Allah is the one from who we seek assistance and it's the adab by which one ends these types of either statements or gatherings or these types of things that is better for one to it's part of the adab that one has with Allah subhanahu wa ta'ala that they ensure that they are never considering that they're free of relying only on Allah subhanahu wa ta'ala similar to when they say وَلَا خَوْلَا وَلَا قُوْوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ there is no capacity power or might except by Allah subhanahu wa ta'ala نَجِبْ عِنْدَ هَذَا إن شَاءَاللَّهِ وَلَا نَسَكْمِلْ إِذَا كَانَنَا كِبْعْضِ الْأَسِلَى وَإِن شَاءَاللَّهِ وَإِن شَاءَاللَّهِ نَبْجَى إن شَاءَاللَّهِ نَبْجَى إن شَاءَاللَّهِ So that would be the end of the text and then we can just take maybe a couple of questions So Sidi Yusuf هَلْ لِنْدَكُمْ لِسْئِلَةِ So the first question is what are the general traits and characteristics of a misguided scholar one should be aware of? Okay, so the question is ما هي الصفات المضمومة للعلماء السوق بشكل عام لنحضر عنها في طالب العلم So the first question is الصفات المضمومة الخالف قوله الخالف فعله قوله يعني يعني عدم التوافق بين القول والعمل حمله في جانب وقوله ووعظه وحضراته في جانب مثلاً تجد هذا من العلماء هو متقاطع أيضاً لا يصل الأرحمة ويعلم الناس سلة الرحيم وكذا أو لا ينفع الله بعلمه أيضاً يعني ممن يزرع الفتنة أو ممن يعني 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 يزرع الشر بين الناس و يكفر أو يبدع أو يفسق أو يتكلم على أعراض الهلماء يعني إذا لم يكن من المناس من ظاهر الجغوى وطل الجغوى كما عظم المام المسادي ما كان عنده بداية والنهاية يوجد Their question was just about the general character traits of the ulama the wrong the wrongly intending scholars the ones who have evil intentions when they I'm seek sacred knowledge so they simply seek the dunya and so said we mentioned that the primary way in which you can distinguish this individual is that their actions are contrary to their words so they'll say one thing and their actions will be differing to what they will differ to what they say so for example that this individual will break off family ties يُقَاتِ الرَّحِم he will break off family ties and at the same time he's teaching people about maintaining family ties or for example this individual they cause fitna wherever they go they start doing takfir of individuals they say that this person is a مُبْتَدِع they say all of these things and simply cause tribulation and trials or they speak wrongly about scholars you know they speak badly about scholars and علماء then this individual clearly they have a discrepancy between their outward appearance of taqwa and their inward reality of taqwa رضا الله سبحانه وتعالى ولكن إذا بكريت بأحد علماء السوق فإن وجدت أحد الميراء فمن إليه وإن كان لا يجد أحد من نهر العلم إلا هذا الذي ظهر هو السوق كذا فحاول أنك تتعلم منه ولكن تكون على حذر نسأل الله عبده وسلامه حتى نحن نخاف أن نكون من علماء السوق لأن أفعالنا أقوالنا تتخالف مع أفعالنا ولكن لعل الله عز وجل بسبب التعليم وسبب المذاكرة يتوب علينا ويصلحوا أحوالا كما أصلحى أفعالنا بسبب التعليم بسبب التعليم بسبب التعليم بسبب التعليم بسبب التعليم بسبب التعليم أو هل هو مكراو ويكون مكروه لأن ناس كوران إذا كان لدينا فعل و هو مكروح هل الناس متعلق بهذا الفعل يعني الفعل المكروح هل هذا النص من القرآن؟ أو هل النص الثاني من الأحاديث؟ من أين نجد هذا السنف المكروح؟ المكروح هذا مثلا يأتي نهي يأتي نهي من القرآن أي من القرآن تنهى عن شيء أو حديث تنهى عن شيء ولكن هذا النهي الأصل في النهي أن يكون للتحريم أن يكون للتحريم لكننا هنا لم نقل بالتحريم في هذه المسألة بسبب أن عندنا دليل آخر يدل على الجواز يدل على الجواز فلهذا نقول أن هذا مكروح ودليله من القرآن أو من السنة أنه مطلوب فعله أو أنه منهي 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 من القرآن أو السنة لكننا نقل هذا النهي ليس على التحريم حملناه على الكراه بسبب دليل للا على صرفه إلى الكراه فممكن يكون من القرآن أو السنة حقه وسأل خبره just to clarify the question was that if something is categorized as مكروح and we mentioned that the مكروح is that there is a ناس which is not sarih that is a textual evidence which is not completely clear or it has some room for interpretation so the question was okay what is this textual evidence is it an ayah from the Qur'an حديث صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون فإن آية من القرآن أو حديث لنهي 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 لذهاي لنهي لنهي مكرور سآل لنهي لنهي عشر لنهي إحضار لنهي لأنه مهي لنهي لنهي هذا سيفتق pa something between what has capacity for interpretation or something which is absolutely without a shadow of a doubt haram so hopefully that's clearer but let us know if that's not clear and then we can clarify further afterwards processo كلية السؤال الثالث عن المعنى التقوى هل يمكنك حبيب لا يفعلها؟ هذا السؤال هو حول معنى التقوى كيف نفهم المعنى بشكل كامل؟ ما هو التقوى؟ أقال لكم في الكتاب انتثال أوامر الله ويتنا بنواهيه هناك تفسيرات أخرى للتقوى يعني كلها تصلح لكنها بنظر آخر من حيث كذا كما مخافة الجليل العمل بالتنزيل السعداد اليوم الرحيل تقوى الله عز وجل انتثال أوامره ويتنا الوحيد طعلا إستيطاع طيق الله مستطعتم الإذا مرتكم بعمره إذا أمرتكم بعمره إذا نعيدكم عنه شيء بنت needed وإذا أمرتكم بعمروا إذا أمرتكم بعمردية فإذا أمرتكم بعمروا أعتقد أنه في ذلك أنك تفضل الإمتثال العمر أنك تفضل الشكرا لِعلى أنك تفضل الصيني أنك تفضل الصيني أنك تفضل أمتثال العامر وأناس أنك تفضل لديهم أيضا مقاربة لأخصر ويجب أن تفضل الفرصة بالموحكي سوف يخبرك أنه لم نتخوله أخصر eping عز وجل وحس Nexus أو following that which he has revealed in the Quran خلال بس شكرا but the real meaning is that this fundamental following the commands of Allah and staying away from that which he has prohibited you from بقدر مستطعتم يعني بي as much as you can as well so Allah سبحانه وتعالى also in the Quran he mentions فاتق الله مستطعتم to fear Allah سبحانه وتعالى as much as you can because you'll never be able to truly fulfill the rights of Allah سبحانه وتعالى but you should try your best فاتق الله مستطعتم yes in Surat Al-Taghaban any others? so the last question is about should someone make up not pray sunnah prayers just like far prayers okay if there is one that doesn't say salawat al-sunnah يعني مثلا sunnah sunnah الظهر أو sunnah ال-Asر و هكذا هل هو واجب عليه ان يصلي هذه الصلاوات بعدها بعدها أم لا المسؤولة هي عن سنة الظهر أو سنة المغرب ممكن مدة شهر وأسبوع وصلوات وهكذا هل هو لازم عليه أو واجب عليه أن يصلي هذه الصلوات السنة بعدها؟ لا طبعا هي سنة ليسا واجب إنما فقط هو إذا أرد أن يقضيها فيتغضى إذا كان أرد أن يقضيها فيتغضى لكن هو ليس واجب عليه إنما ذوقا يعني إذا كان الله يعني بينه بالله على قوة هذا يعني 14 تكون واجب يقولك تفضل عندنا يقول شكرا يقول شكرا يقول هذا واجب علينا ما هو واجب علينا بس يعني بمعنى أن هذا نعتدده واجبا يعني في مقام معين لكنه سنة ليس واجب فإذا أردنا أن نقريره يبقى لا يفوت لذلك وليست يعني فخذة وليست يعني وليست القضاء يعني لا يمكن أن يقضيها إذا أرده إذا أرده أن يقضي So generally no so if one has missed the sunnah prayers of a certain prayer that is not necessary أو أنه ليس بإستمم dziها الناس وأن roundsیاه تنظر ذايني الشئيس الأخرى التي ينتهلğini أحم sambuir إلى اشترك المستخدم ولكن إذا الع stingرة rarely أص Rather على الإطلاق عليه كان على الإنسان بهما advokあれ لا자리 بإستخدم fuckin فُنَّة PRAIHIS THAT THEY MAY HAVE MISSED, IN THE SAME WAY AS IT WOULD BE FOR THE فُنَّة PRAIHIS THAT THEY MISSED. موسيقى 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 موسيقى